فيلم التنطورة فيلم وثائقي مدعم بشهادات حية يضق مسامع عالم يدعي الصمم ويصرخ في وجه الرواة الإسرائيليين بما يضحض روايتهم كاشفا حقيقة ما يحاولون إنكاره طيلة 74 عاما الفيلم الذي أخرجه الإسرائيلي ألون شفارتس يستعرض ما جرى في التنطورة قرية الصيادين الوادعة على الساحل الفلسطيني حيث وثق شهادات حية لجنود في لواء إسكندرون الصهيوني اعترفوا بارتكاب عمليات قتل بالجملة عام 1948 ضد أهالي القرية فضائع كثيرة لا تمت بصلة لأي سياق إنساني أو أخلاقي يستعرضها الفيلم عبر شهادات مرتكبي مذبحة التنطورة ممن تجاوز غالبيتهم التسعين عاما من العمر وشهادات أخرى لناجين من المذبحة ومن ذلك تبيان كيف حوصرت القرية يوم الثاني والعشرين من أيار عام 1948 من البحر ومن الجهات الثلاث وكيف تم قصفها من قبل طائرتين بريطانيتين قبل مداهمتها وانتهاك كل ما فيها إذ تم تجميع الأهالي العزل بعد أسرهم وإطلاق الرصاص عليهم دون وازع أو رادع واتباع أشكال مروعة من طرق القتل من بينها وحسب شهادات جنود لواء اسكندروني وضع مجموعة من الأهالي في براميل وإطلاق الرصاص عليهم بكثافة حتى تضفقت الدماء من الثقوب التي أحدثها الرصاص في البراميل فيما اعترف أحد الجنود بقتله أكثر من 15 فلسطينيين بمسدسه واحداً تلو الآخر لمجرد عدم اعترافهم بوجود سلاح معهم شما هذا يلده بالشيش سريماشو كذلك أفهم هذا مخوار مهود يعين أنه بخور أحده نفتر وهو يأبر الدم ولكخ فشوت مهود ورصخ وتم بتوخ المخلعوت الحصيلة التقديرية لضحايا مجزرة التنطورة وحسب ما أظهرته الشهادات تتراوح ما بين 90 إلى 200 ضحية تم دفنهم في حفرة تحولت إلى قبر جماعي طولها 35 متراً وعرضها 4 أمتار تم تكديس الجثث فيها وبعد عام تم نبشها ونقل الجثث التي كانت بداخلها إلى مكان مجهول وتحويل المنطقة إلى مصف للمركبات فيما يشير مؤرخون إلى وجود قبر جماعي آخر في التنطورة أسفل رمال شاطئها لم يتطرق إليه الفيلم فيلم التنطورة أكد ما عملت المؤسسة الإسرائيلية على إخفائه بالقوة والترهيب فقد سبقت الفيلم محاولات عدة لتوثيق المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تمت محاربة القائمين عليها بكل السبل من بينها رسالة ماجستير في جامعة حيفا لباحث إسرائيلي يدعى ثيودور كاتس وثق فيها مجزرة التنطورة لكن تمت محاكمته وسحبت الجامعة رسالته فهي المجزرة التي كانت سببا لتشريد 1200 من أهالي القرية إلى مخيمات اللجوء وهي شاهد ومثال على ما جرى بحق أهالي 530 قرية ومدينة فلسطينية في مناطق 48 وتهجير غالبية سكانها وصرقة أراضيهم وممتلكاتهم الفيلم تفاعلت معه جهات وشخصيات دولية عدة من ذلك أن علقت عليه الصحفية الأمريكية أل السابري بأنه ينسف الأسطورة التأسيسية الإسرائيلية القائمة على أن الفلسطينيين هربوا من طلقاء أنفسهم فهو يكشف في واقع الأمر بأن الإسرائيليين يكذبون على أنفسهم فيما رأى مؤرخون ومختصون بأن الفيلم ورغم المعيقات يساعد في فتح تحقيق دولي ضد مرتكبي مجزرة التنطورة ومجازر القرى والمدن الفلسطينية خلال النكبة زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين